عن بعض دايماً مشغولين وبعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حطان بس المسافة بقت سنين حطى الهلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان ضايف في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة هاي اللي ضايع يا تارى لكل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا النورة عايزين بيوتنا النورة بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت مناورة بصهم في البداية كده يعني الحلقة دي أنا عايزة كل زوجة جيب زوجها وتوعه طب إحنا كل مرة بنقول لكم كده بس المرة دي يعني إيه إحنا حنمسك الزوج شوية النهاردة كده ونزبطه وبرضه هنتكلم كلامه على الزوجة بس أنا النهاردة مش هايزة حد يزعلى يا جماعة لأيني دي بصوا إحنا لو ما شفناش المشكلة وتجهلناها واسبناها مش هنعرف لا أسبابها ولا إزاي نعالجها بلاش هقولي الكلام ده ليه ما هي في مشاكل كده المشكلة النهاردة عن الزوج ناكر الجميل والزوجة اللي بتنكر الجميل إحنا طبعا طول الحلقات بصهم هو تكفرنا العشير وهو تعمله وزوجك وتعطو آه بس فيه جانب تاني انتشر كده ظاهرة كده مش طبعية لموضوع ناكراني الجميل من الزوج أو هو مش شايف أصلا إن هي بتعمل حاجة فيبتدي بص يصلخ 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 ويدرب جامع كده عايزة النهاردة الحلقات تبلغوا بيها الناس عشان الناس الكمل أسئلة عندنا 25 ألف الحمد لله 25 ألف سؤال و5 ألف الحمد لله رب العالمين فإحنا بنصنف كده مجموعة الأسئلة اللي بتيجي إيه يعني أكتر حاجة إيه هو مش شايف أنا بعمل إيه بصوا خلونا نقص الشرع زي ما إحنا متعودين وبعد كده نقول الأمور العلمية والنفسية وبعد كده نجيب الحلول ده سمت حلقتنا الآيات اللي بتتكلم هو دي نتكلم على النقراني الجميل طب هو فيه الكلام ده فعلا قال يوم أكملت وأتمامت دي فليعني إيه ما فيه حاجة اللي جوة دي أي صلاح سمعوا أي صلاح للذات نفسي اعرف إنه من داخل دينك ويكذب اللي يقولك عكس كده ولفهمك عكس كده أما الأمور الدنيوية الخارجية عادي ممكن أخذها من معلومة ممكن أخذها من وسيلة علمية ممكن أخذها من نظرية أما خلاف كده لا طيب بصتوا الآيات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أول حاجة خلوا النعمة خلواها كفر مش شايفينها أصلا وهقولكوا ليه تاني حاجة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك بيه قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده إلا حصل قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي إن ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم ختمها بغني كريم طيب في أحاديث عندي أحاديث حاديث سيدنا أبو هرية رضي الله عنه إنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلاسة في بني إسرائيل كان بيكلم على التلاتة بتوع بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى والقصة دي إحنا عرفينها كلنا فبعث الله لهم ملكا بصوا خلونا أشرح القصة تلاتة واحد أبرص والتاني أقرع والتاني أعمى وبعدين والتالت أعمى فجالهم ملك قال له أنت عايز قال له والله عايز جلد بس سليم الناس بتقرف مني وكذا وأنا عايز جلد حل قال له خلاص مسح على رأسه فالجلد بتاعه كله بقى سليم قال له أي الأموال هاب قال له الإبل عطاله إبل عشراء يعني حاملوها تول قال له بارك الله لك فيه فبقى غني وعنده بص قلفات التاني الأقرع قال له شعري والناس وبتاقي زي قال له خلاص ما سح عليه فبقى عنده شعر وعطاه قال له ما لأحب لأي قال البقر فعطاه بقر عشراء وقال له بارك الله لك فيها وجه للأعمى قال له يا ما بشوفش قال له خلاص تشوف وعطاله الغنم وبعد فترة طبعا اتغانوا بقوا ما شاء الله عليهم واحد جال الملك جالهم تاني في سورة رغل فقير أبرص للأولين وقال له يعني أنا كنت سامع أن أنت زي جلدك زي جلدي كده وربنا أعطاك من فضله ففتحتين قال له لا ده أنا طول عمري جلدي سليم كابسهم يعني كابر عن كابر وقبن عن جدا يعني قال له أسأل إن كنت صادقا أن يعطيك ما قلت زي ما أنت قلت كده لو كنت صادق ربنا يعمل فطبعا رجع تاني ورجع فقير التاني اللي أقرع نفس الكلام نكر نعمة ربنا عليه ولم يشكر عليها فبرضه ربنا سحب منه النعم أما التالت اللي هو الأعمى قال له والله ده أنا كنت أكتر منك وربنا أواني وأعطاني وكفاني ورزقني شاف نعم ربنا وحمد عليه قال له والله خز ما شئت ودع ما شئت فاللي بيعطيني هيعطيك ده اللي بيشكر وشايف النعمة وبيشكر عليها هقول لكم المشكلة الحالية في عصر نعم الحديث كمان عبد الله بن عمر بن العصر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من كانت في حاجتين كتبه الله شاكرا صابر ايه يا رب الخصلتين دون واللي ما كانتش فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابر طب ايه احنا عايزين نعر قال من نظر في دينه من هو فوقه اللي بيشوف دينه واللي شوفه فوقه فاقتدى به ونظر في دنيا إلى من هو دونه يبقى في الدين أبص اللي أعلم مني في الدنيا أبص اللي أقل مني فحمد الله على فضله بي وكتبه الله شاكرا صابر واللي نظر في دينه إلى ما هو دون شوف الدين آه اللي أقل مني الحمد لله احنا كويس ومنصلي وعارفين ربنا يشوف في دين اللي أقل منه لكن يبص اللي في الدنيا يقتدى عندهم وعندهم وشايفه جايب لها وعمل لها ويبقى شايفة في الدنيا اللي أكبر منها لا خلاص فأسف على ما فاته ندمان ودايما متأفف ودايما جاحد ودايما كاره مش شايف حاجة لم يكتبه الله شاكرا ولا صبر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لم يشكر القليل عمرك ما هتشكر القليل اللي ما بيشكرش الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل التحدث بنعمة ربنا شكر التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرق عذاب حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاز بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا إنكم قد كافتوا حديث صحيح بص يا جماعة لازم أشوف وأشكر وانسب الفضل للأهل بس هي دي الخلاصة في أقوال للعلماء والمفسرين في موضوع نكراني الجميل ده علي علي يعني يا حبيب سيدنا علي رضي الله عنه الخمسة خلي بالك منهم وكون على حذر منه اللئيم لو أكرمته والكريم لو أهنته والعاقل لو أنت أحركته والأحمق لو أنت مازكته جبته في دماغه كده لو مش فهم حاجة والفاجر لو أنت هزرت معاه هيشوتك صح؟ ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية إن الإنسان لربه لكنود أي كفور حسن البص رضي الله عنه قال الكنود هو اللذي بصوا بقا بيعد المصايب بصي مش تسايبلك فتفوتة وبتعدلك المصايب وينسى نعم الله عليه طيب فيه أثار سلبية يا جماعة النكراني الجميل آه أول حاجة تقطيع الأواصر الصلاة بين الناس فيه كراهية فيه ضغاء وحقد كده بتسبب كمان نكراني الجميل زوال النعم لأنه ما بيشكرش ولا إن شكرتم لأزيد النعم يبقى شرط وجود الشكر إيه؟ إن ربنا يزيد النعم عايز تزيادة يبقى أشكر ربنا بيجلب الشقاء وسوء الحال كمان الناكر الجميل الناس بتمشي من حواليه وبتبعك وبيبقى كده حتى في الوقت اللي بيحتاج يعني ما بيلاقيش حد نكراني الجميل بقى في علم النفس تعتبر بالصفات السلبية في السلوك وبيسبب تشاؤم وعزلة وتكاسل وصفة سلبية كل ده في نكراني الجميل إيه ده؟ تعالوا بقى أما نجيب كده المظاهر بتاعت نكراني الجميل اللي في الزوج ماشي؟ إحنا نسكر النهاردة ننفضه كده وبعدين نجيب نكراني الجميل في الزوجة نكراني الجميل في الزوج له مظاهر أول حاجة ممكن ألاحظها خليني وقفيني شوية بلاحظها وهو لسه صغير الطفي اللي يقولك وأنتو خلفتونا ليه يعني؟ وأنتو بتعملولنا وجايبين لنا حاجة أصلا الحاجة قليلة جدا ده أنا أصحابي مش عارفة إيه؟ بتبصي تلاقي عيل كده مش شايف يا ديحمد ربنا ده بوقت عبان ومك مش عارفة بتعمل إيه وكان مش شايف عيل جاحت 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 ده يطلع لي على طول زوج نكر الجميل اللي قدام مش شايف أصلا وبنت مهما ترد فيها ومهما تعملي فيها هي مش راضية أصلا بيبانوا من صغرهم وهقول لكم إن شاء الله في وسائل التربية إزاي أطلع ابني شاكر لله عز وجل وشاكر لله قدامه قول جزاك الله خير لازم تتعلم تقول شكرا للي أعطاك لازم تتعلم تقول أعطاك الله لازم تتعلم تقول كده وبتبقى ممارسات الأول كلامية وبعد كده تتطبق على السلوك الزوج بقى ده ما بيحمدش لزوجته حاجة خالص صاخت عليها ما بيشكرهاش على حاجة أصلا تعملها الزوجة أصلا بتقول هو شايفني مطحونة في البيته مع الأولاد ومش بيعذرني بص الغلط اللي انت قلتيه بصيت علي انت بتقول لي هو شايفني هو مش شايفك أصلا يا بنتي هو مش شايفك ولا شايف انت بتعملي إيه ولا حاسس بأي حاجة الزوج اللي قرر ده ناكر للجميل ان لما زوجته تولد يخرجها بره غرفة النوم يقول لا 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 مش طلع بره بقى روح يقضت العيال عشان أنا ورايا كده عايز أنام ورايا شغل ده زوج أناني ناكر يتحجج بشغله وكده طب وهي طب وهي لو طب ما أنا ورايا شغل طب ما هي هي كمان وراه بصوا يا جماعة مش ابنها لوحدها خلي بالك مش ابنها ده ابنك ابنك ونتو لتنين روح خد يا ابنك لا يا حبيبي ده ابنك ما تبقاش طول الليل سهرانة بابنها ويجي الصبح يعنفها لما تأخرت شوية أو مش قادرة انت مهملة انت زوجها فشلة انت زوجها مش عارفة إيه افتكر لها يا ابني قبل كده هي كانت بتعمل إيه وازاك كانت بتتفنن في إسعادك فلما يجي وقت محتاج مشاركة من كنتو لتنين لا بصوا عجبني جدا فعل سيدنا أبي الدرداء في نفل في سنة في القيام في سنة مع زوجته ومع بنته كان بيقسم الليل تلت جزاء تلت فما بالك بالفرد ده تولتي وانت نامي وده تولتي وده تولتي عشان النفل فما بالك بالرعية ما بالك بالمسئولية خلوهم شاركة ما بينكم وعيب جدا 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 تخلاها هي المطحونة ودي جت عتبة يا ابني هي بص انا هقولك على حاجة انا عايز اقولك انك ممكن ما تعملش حاجة بس مجرد تفاهمك للي هي فيه عرضك بس عليها للمساعدة وانك تفهم تعبها قد ايه انا حاسس بيك والله انا مقدر لانت بتعمليه ده كفيل بص هتصهر لك لتلاتين ساعة مش ان شاء الله اربعة وان شين وتحاول هي كمان انها تسعيدك لان احنا مش داخلين حرب ولكن انك تبقى زوج قنيني ونفسك بس وراحتك بس والدنيا لا مين اللي قال ان العرف ده صحيح مين اللي قال بقى وعرفه ان ده عرف صحيح ده من الصحيح خالص مشاركة الزواج مشاركة ما بخلفش واجه بصها واجه مش عارف انام جوادي مش عارف ايه وقت الاكله وبتاعه وبعدين خد عيالك بقى ويلا مع السلام لا كده انت تبقى ناكر وكمان تنكر عليها تعبها وتختموا بقى بالجملة الشهيرة بص كل الزوجات تقولك بقى كده تقولك ايه بيختم لي بقى بالجملة الشهيرة انتو بتعملوا قصا في البيوت انت عدم انتخب في البيت مع عدم ما بتعمليش حاجة عن اللي مطحون بر لا هي كمان ما لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل ودول زي اولادها ايه اما اولادكم ما كمان في مظهر كمان من مظاهر النكراني الجميل من زوج زوجتو بتشتغل وبتساعدوا في البيت وايمة على بيتها وولادها والاكل والتنظيف ويجي يقلل من اللي هيا بتعمله وينكر عليها اصلا هو انا مش مستفيد اصلا منك بحاجة وانت بتعمليني حاجة هو انا اصلا مرتبك ده ده مصرف على شغلك وعلى لبسك ومش عارفة وعلى ايه وعلى ايه هي اصلا مش مطالبة يا ابني انها تصرف ولا مطالبة انها تساعد يا عم الراجل انت الزوج انت هي مسئوليات اكلها وشربها وبيتها وحالاتها انت هي مسئولة منك فكون ان هي بتعمل كده من باب الحب ومن باب العشرة ما تجيش انت تحطم نفسياتها بقى ما تجيش انت تكرهها في الدنيا وفي اللي بتعمله وتخليها فقدة ثقة بصوا لازم نرجع نسأل ازاي تيجي تقولك ايه هي ازاي امه اصلا تسيب وتسيب عيالها ده بثابت عيالها بيرضعه وثابته ومش باللي انت بتعمله انت كرهتها فيك وفي العيال وفي الدنيا كلها تيجي ليس يعني ايه تطلب طلاق ازا امه انت هي كرهتك يا ابني شايف نعم ربنا عليه ولا ينسب ابدا الخير لا لربنا لا ده انا ده انا ان الخير ليه انا اللي بشتغل وانا الانا انا وينسبه لنفسه والشغله وتعبه مش الله في الموضوع يعرف ان البده يحصل فيه كرس تعود بقى ايه يعني ليه بيحصل كده بيقلف النعم ما هو انت عادي ما هي عودته من يوم ما اتجوزته على كده اللي هي بتعمل هو كذا وهو بيعمل وعليه بس اللي يروح يشوف مش عارف اصحابه ولا ينزل ويسيبها وانت اتطحني في البيت وتعملي حتى ما يساعدش ولو يا عم ما تساعدش انا بقول لك بص ماشي انت مطحون ماشي بس الكلمة الطيبة يا جماعة يعني الكلمة اللي طالعة تطيب الخاطر قطر خيرك الله يعينك الله انا مش عارف انتو بتستحمله زي انا عايز اقول لك بقى هممكن تسيب لك العلدة ساعتين وتعالي اقول لي انت هتعمل ايه غلط عايزيني الكلمة الطيبة طيب ده بالنسبة للزوج بقى وشدنا الدنيا هاو خلاص ماشي وجبتلك حق اقتلت وامتلت عشان تصحبتي تعالي بقى الزوجة اللي نكر الجميل طبعا والله انا احنا كل حلقاتنا بنحذر وتحذر النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة نكر الجميل حديث النبي لماذا تعترف لزوجها بالجميل وتنكر فضله نبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ارأيت ارأيت قريت النار يعني هو شاف النار فاذا اكثر اهلها يكفرنا العشير مين النساء قال ايكفرنا بالله قال صلى الله عليه وسلم لا يكفرنا العشير يعني لو احسنت فاهم الناس اللي بتكفر عشير دي مين لو احسنت لإحدى هن الظهر كله ثم رأت منك شيئا بس عملت لها مصيبة حبة كده صغيرة بس قالت ما رأيت منك خيرا قط ده حديث البخارة وعندي حديث تاني خلي بالك للزوجة اللي تنكر لا ينظر الله اسمع حديث خطير صحيح لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنها يعني انت مش قادرة تستغني عنه وفي الان ما بتشكرهوش حديث رواه النساء وصحاحه القلباني لا يكتمل ايمان المرأة حديث خطير حتى تؤدي حق زوجها كله حق زوجها كله هي بتأديه طيب خدوا كمان حديث ايما امرأة ماتت وزوجها عنها واتدخلت الجنة من اي باب تشاء يبقى تعالوا نقدر المجهود عيب لما تبقى ما تستغنيش عن جوزك وانت بتعملت لنا ايه يعني وانت غير ما تشوف الناس برنا بتعمل ما تبقى تشوف سوق الرجاء لا 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 هو ينكر وتضيعها نفسها وفي ثقاتها في نفسها ولا انت تنكر فضله وانت لا تستغني عنه الموضوع يا جماعة جنة ونار الموضوع جنة ونار والمعاملات ديت انا مش متجاوزين بعشان ندخل بعض نار وتيجي الشكاوز ابني ورماني وقالي وهي تيجي تقول ده ست بنت لازينة بصي ما بتشكرش ابدا ومهما اقول لها ودايما هاد 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 هما بيبقوا شايفين النساء كده معاين اصلا يعني يعني كون ان الزوجة ان انت تكفيها احنا ما بنقولش الكماليات على اقل المطلوب اكلها وشربها ومأمنها طيب يبقى كل واحد يقدر مجهودة تاني الزوج يقدر زوجته والزوجة تقدر وتعالوا بقى نتعلم مع بعض بص وبقى دي بقى هدية الحلقة نهار تعالوا تعلم مع بعض ازاي تفرح زوجتك وانت ازاي تفرحي زوجت كلمات بسيطة شكر بقال ارجوكو ارجوكو يعني اقول ايه بس انا مش عايزة يبقى السمت اللي منتشر على المجتمع ده دبش هو بيعرف شفت بيقول لي ايه ده شفت ده غزني بالكلمة ازاي ده ده نعم لما يروح ده وهي نفس الكلام شفت انا جاي وعارف انها هي حتى تعالوا نتعلم كلمات الشكر والتقدير تعالوا نخلي حياتنا سعيدة دي حقيقى على فكرة في دقيقة والله هو اقل من دقيقة ازاي ازاي تبسط زوجتك وازاي تبسطي زوجك هبتدي بالازواج ماشي خليك عشان تراجل معلش استحملني النهارده عايز تفرح زوجتك بص انتي خسيتي على فكرة انا بحبك وبعشائك مقدرش عيش من غيرك لا 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 بس انتي مزاي بقيت النساء ايه ده سيبك انت حاجة تانية يا عم قول ارجوك وتعلمه انا اول مرة حس كده بالمشاعر الحلوة دي بصي ما برتحش في الكلام مع حد غيرك انتي الوحيدة اللي بتفهمين شكلك كده اصغر من سنك ما عرفش انت شكلك كده هتفضل صغيرة حاجات دي بتفرحي الحريم والله ايوه وتجذب عليها يا جوز انك انت هتتقول لها كده مش كذبه ولكن مجملات بموت في شعرك في بشرتك في جسمك عايز احكيلك على حاجة بصي عمري ما قلتها لحد انا عايز اقولك ان الجملة دي سحر كده في الحريم يا ده بيقول لي حاجة ده مختصني اي حاجة عم يقول ام ده حزنتها بس طبعا بحب فستانها الشوز بتاعها الطرحة البنطلون جوه البيت طبعا ايه ده طحف عليكي ما شاء الله ما اقول اي حاجة انت زي الامر ايه اللون الجميلة اللي عليك التحفة ده اللون ده مبين جمالي عينيكي عالى فكرة بتعرفي تختاري قموحنا يا خام عليش واقولوا اقولوا وتعلموا بتعرفي تختاري الحاجات على فكرة اللي بتليقى عليكي اتعلم وقولي الكلام ده مش عيب ولا ينقص من رجلتك ولا من شنبتك ولا من اي حاجة ذوقك رايي جدا انت ايه ذوق الرopian بتاع ده ده انت ذوق التحفة على فكرة بصوا الكلمة دي ممكن تتوقعها لك خالص افديكي انا طب فيش راجل هيقوله كده بس اتعلمه تقوله كده ودعولي لو قلت كده هتدعيل بص زوجتك هتعملك ايامك كلها فرح انت رومانسية على فكرة ورقيقة صوتك حلو جد انا باشتقلسة مع صوت مش مش طيقة اسمع صوتها والله مش طيقة اصلا ايه الاكل الحلو التحفة ده تسلم ايديكي ده انت سدت الكل تعبتي قوي معي النهار ده على فكرة رفعتي راسي قدام صحابي وديوفي قدام المعزيم طب كملي نوم مش راجل بقول كده احنا عايزين ويقول كده وده احنا بنقول حجة بقى وحاجة في رقابتهم ده احنا قلنا ادخولي رياحي كده وانا هشوف اي حاجة ممكن اعمله ماشي والله في رجالة تحف على فكرة واعرف رجالة بيعملوا كده عاوز حاجة وانا جاي اجيب لك حاجة وانا جاي مش شفت ده ترن ترنت وعالوقت سبعتلو عشرمية رسال العيش والبامبرز العيش والبامبرز بصي لو لاكي ما كنتش خلصت الشغر ده ولا كنت عرفت قلت المحاضرة دي من غيرك انا والعيال بنضيع على فكرة انت بتاعتي انا بس بص بق انت بتجري في دمي قلب بيومب جوه قلبك الحاجات دي ارجوك وتعلموا تعلموا تعلموا فن الكلام هتلاقي زوجتك مش شايلة البيت شايلة لك الدنيا كلها إلا زوجها هم ايه القبلة والكلام الكلام المرأة تسمع وتشوفه طبطبه هو دي الكلمات مش تبقى نكر لها انت بتعملي ايه وانت بتسوي ايه قدرها للزوج بص حبيبتي عايزة تكسبي جوزك قدريه واحترميه بخاف عليك على فكرة انا بغير عليك جدا بس تقوليها بدلع مش تص مش هبغير عليك يعني ايه حلوة كده انت طويل بحس معك بالامان رجالة بتحب اللي بيقولوا كده انت راجل قوي على فكرة انت الوحيد اللي بتقدر تدحكني من قلبي بجد الحاجات دي مهمة جدا بحب الطريقة اللي بتبصلي بيها انت اصلا لما بصتلي البصة دي رابكتيني انا اصلا برتبك من نظرة عينيك انت زاكي جدا دماغك كبيرة على فكرة انا هو كبير اقولي اقولي محدش هيعرف يقف جنبي غيرك امدحي طريق التفكير كل مرة كلامك بطلع صح بس انا لازم نجرب برضو بس برضو كلامك صح انت بتعرف الحاجات دي ازاي صحفة جدا نظرتك للامور ممتازة طب بري ممكن تفتحلي البرطمان ده المجانس بقى ايه رأي الازازة مش عارف افتحها يا ست اعملي والدلع طب الباب مش عارفة مش قادرة مش عارفة افتحه انت اللي بتعرف كل التقدير والاحترام والكلام طب انا هنجذب طب انا هنقول اه والله يا جوز يا جوز ان انا اقول كلمة طيبة الخاطر جبر الخواطر على الله يا جماعة جبر الخواطر من الله ونتعلمه علشان نعيش في هدوء وفي سعادة ما يبقاش كل واحد نكر التاني ومش عايق طيق التاني ولا انت شايفه هو بيعمل ايه ومطحون عشانكم ازاي ولا هو شايف نفس الكلام انت بتعملي ايه يعني وكل واحد نكر مجود بعض تعالوا نشكر بعض وتعالوا نسعد بعض وتبقى يعني حياتنا فعلا بيوت منورة ارجوكم ان شاء الله فصل قصير ونرجع معاكم بسرعة بسرعة ناخد الاسئلة اللي على اللي والاسئلة بتاعكم هنحاول النهاردة يعني ناخد كم من الاسئلة كتير عشان انتم بتزعلوش ونوعيكم ان شاء الله نعمل حلقة مخصوص لأسئلكم هدوء نصح الله تعالى يمنع علينا ونعملها قريبا ان شاء الله فصل قصير ونرجع لكم بسرعة اوه تروحوا في اي حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بعد الفاصل هناخد كده بسرعة الاسئلة اللي على اللايف عندنا دعاء بكري بتقول لمية تعلم يا عروسة طبعا تعلم يا مية قارب النجاجة زيكم له خيرا وإياكم نونة بتقول طب الراجل اللي اول ما بيدخل البيت بيزع لاي سبب موجود على اي سبب حله ازاي لا حله احنا مش الحل ايه يعني مش حل الراجل يعني بصي اولا يعني احنا بنقول ان الازواج بيحتاجه فترة على الاقل ليفصل فيها هو برا احنا قلنا المخ بيبقى عامل زي سنديق يا جماعة مخ الراجل عامل زي سنديق ده صندوق الشغل وبعدين ده صندوق المروح من البيت وبعدين ده صندوق الصحاب والناس اللي هتقابلوا في الشارع وبعدين ده صندوق البيت والأولاد والزوجة ياخد فترة. سيبيه ياخد فترة بتاع حوالي عشر ربع ساعة كده يهدى كده ويحس اه انا في العبال مخو ما يستوعب ان انا دخلت البيب ياخد فترة. بس احنا بندعو الازواج ادعو كل زوج داخل بيته ابتسم ابتسم يا سيدي وهي مش هتكلمك. وقلك عليك. انا اقول لها ما تكلموش لحد ما تهدى وتغير وتهدى خالص تاكل لقمتك وبتاع. وبعدين من السنة بقى الكلام على الاكل. يعني ده من السنة افتح مواضيع. تفقد اهل بيتك. شوف كذا. لكن جاي عمال تقصر وتعمل. انت ممكن تقول الحاجات دي في ورقة. وتكتح خلها لها مثلا. لاحست كذا لاحست كذا. تفنى انك تقول التعليق او الحاجة اللي انت عايز صغيرة في البيت بسلوب كويس ومش بدل العيال سمع والعيال وانت بتنقض امهم ومش عارف انت هتمشي من هنا وهم هيعملوا زيك في امهم. يبقى العيال بيتربوا. ولا انت سبت يعني قيمة واحترام في قلب البيت وفي نفس الوقت انت زعلان ومقصر وهي كمان كرهة. خلاص انا مجي وقرف. يعني خليه بقى يجي ياخد ويعملوا. احنا كرهين مجيه. خلي وجودك في قلب البيت. فرحة وسعادة وعيالك يبقى مستنيين ابي جيه. ابي جيه. مش بقى يلا كل واحد يجر على قطه يعني. جوزي ربنا يبارك لنا فيه اسمها تايلة. بتقول جوزي ربنا يبارك لنا فيه. بيقول لي كده الله والله ده احنا ادعي ربنا يحفظه. اللهم احفظ لك زوجك. ويجعله من الصالحين. ويقتضي بكل الازواج الرجال. اللهم امين. طيب ساجدة بحبك ايو انا كمان احباكم الله. انت كنت فين انا هنا والله. كنت هنا احنا مواحدنا كمان حد وثلاث وجمعة الساعة ربعة بتوقيت القايرة على قناة وطن. اتناشر ستة تمانية سبعة تردد خمسة ستة المعدل الترميز. ومعمار بتقولي انا ربنا يبارك لي فيه بيحبني وبيحترمني دايما ويقدر مجودي معيالي وشغال وشغل البيت وبيقدر مجودي معيالي وشغل البيت بالله عليك يا دكتور ادعي لنا ربنا يبارك لينا فيه طيب احنا عندنا حالات نجاحة يا جماعة الحالات دي ما بتقول لها لنا اما البعتل لنا من خمسة عشرين الف كلها مشاكل مشاكل. حالات نجاح اللهم اغفر لزوجهم معمار. ويجعلوا من الصالحين. ويجعل الازواج المسلمين يقتدوا بالنبع السلام وهو معهم اللهم امين. ربنا يبارك لينا في زوجي دايما يقول لي الكلام ده. قال لها حنين بهاء. حنين بهاء. طيب ما شاء الله يا موحنين. يعني شكل الدنيا جميلة. حالات نجاح. هدى جزاك الله خيان وإياكم. الحمد الله بتقول يا ريت حلقة للحماوات الوحشين الوحشين والازواج اللي ماشيين وراءها الزوج اللي ماشي وراءه. بصوا. احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الحماوات. بس خلصت الكلام خلي امور التفاعل او الاختلاط اللي بينك وما بين اهل زوجك. زوجك يكفلها. وتحط حدود. انا من الساعة كذا للساعة كذا. انا هعمل الحاجة الفلانية. ماينفعش حد يخطبني بالاسلوب المش محترم او يشتمني او الكلام ده. هو ماشي ورا كلام امه بالصح مساعات الامة بتقول حاجات لها مصلحة. خليك نصحة. ما تبقاش خايبة كده خليك نصحة. لو هي حاجات حلوة توكل على الله خديها. ولا دير الحكمة ضلت المؤمن اينما وشا ده فهو اولى به. لكن لا بحاجات جاي عليك وحاجات غلط وانتي مش حاسة ان انا معايا راجل لازم يرجع لامه في كل حاجة. والله خديها من باب الاستشار. بس قولي له انت زوجي وانا احب دايما اصطقي منك الامر. ودايما احب رأيك. تعال نستأنس بالرأي ونشوف ونستخير ونستشير. لكن ما يبقاش الامر كده. لكن لا متدخلة في الصغيرة والكبيرة ويقولي دا وما تكليش دا والبسي دا وما تلبسيش دا وعملي وطلعي كذا وعملي كذا. لا. جزء اللي يقولك. طيب. ولا هي بتقول انا مخطوبة ومش عارفة اذا كنت بحب ولا لا. بس بخاف عليه ومش بحب اشوفه زعلان بس قلبي بحسه بارد كده اه مزاي صحابي ما بيحكولي. قفديني بصي. ساعة الصحابي افوري قوي في المشاعر. احنا في فترة الخطوبة احنا مش عايزين مشاعر. ماشي? بتسمعيش كلامه. لكن انتي عند القبول. اسمعي معايا رأى من يماي. قبول يعني ايه? قبول يعني انا قبل الشخص اللي جاي يخطبني دا انه يقرب مني. شكله اه يعني يعني ماشي حلو مقبول. الدنيا ماشي يعني. اقبل انه يلمس. مش لا انا مش عايز الراجل دا لعز. دا شارب ودي كده مخوفني وعلا هتقولك كده. والتاني انا خيره. طبعا الفكرة انك انتي عند قبول للشكل مبدئي. ما بنقولش مالي الجمال وبنقولش ما عرفش مين. مش عايزين نقول اسماء الناس تانية. لكن خلينا نقول الشكل الوجه مقبول. انه يقرب منك انه يلمسك. انه يكلمك ما انتش مش مائزة منه. تمام كده? ممكن يكون انتي مش حاسة بالمشاعة دا عشان مفيش بينكو حاجات كزا. مفيش بحبك بقى وبتاعه وقابليني الساعة اثنين وحشوفك فين وانتي لابس ايه? والحواديث الغلط دي خالص. او شوف كان نهارده حامسك ايه? دك بكرة ما عرفش انا هعمل ايه? انا مش عايزين نقولي الكلام ده. لكن في احترام. في قبول. بتبتدي تتعاملي معاه. افتحي معاه المواضيع الشاقة. ايه كما اشوفي رد فعله. عجب الكلام وعجب الطريقة تفكيره. هو ده في فترة الخطوب. تسألي عليه طبعا الناس المعاملات. احنا كنا عاملين 3 حلقات 40 سؤال. ما كملناه مش كان حاجة و30 سؤال. ليه فترة الخطوب? ارجع لي الحلقات دي. طيب. بجد انا بحبك من كل قلبي. ماشي احمد ادم. واكيد بيخشوا باسماء اولادهم يعني. اكيد ديهم احمد يعني. ماشي عشان بس زوجي بتفرج على القصص دي. رحيك الجنة بتقول دكتورة هالة بحبك. ولو سمحت ادعي الاولاد يوزوجي. وربنا يجمعنا بمن نحبه في الجنة. اللهم امين. ربنا يجمعكو على الخير دايما في الدنيا والاخرى. دكتورة هالة ممكن تقولي لي افضل كتب السيرة النبوية. عندك السيرة لابنهشام. وعندك السيرة للصلابي. طحفة. وطبعا فق السيرة للبوتي. مزيل ايه العبر والعزات فيها. لكن تلتا لان انتهم نكدو الجميل. اشترك كتاب السيرة لابنهشام. وطلع صعب شوية. خلاص هاتي السيرة للصلابي. هاتي يا ست بدأي فق السيرة للبوتي. واخد العبر والعزات. الرجل يعني كفاخة ميته يعني. معانا اه. والرحيك المختوم برضو. ده بسيط. طيب. سميرة بتقول عبدالله. سميرة عبدالله بتقول دعواتك ليه دكتورة هالة. عاوزة تشجيع متعمقة في الدين. جدا. واملي في الله نكون مثالية فتاة. مثالية اسلامي. الله مأمين يا سميرة. واجعلك من الصالحات. واجعلك من اوال الدنيا والاخرى. الله مأمين. بص يا بنتي. احرفي عن الله. تعلمي عن الله. روحي دروسي التجويد. احفاظي. شوفي تحدي بدي تفسير. شوفي الفقه. بص تعلمي عن ربنا سبحانه. طول ما انت في جانب ربنا طول ما ربنا مسخر يكون كله لك. الله سبحانه وتعالى تكوني من اوال الدنيا والاخرى وتفرحي النبي السلام يوم والايام. معانا تصلاة ولا نكمل بقية الحاجات التحفل معانا دي. طيب. معانا مسلمة من القاهرة. حضر. أنا ان شاء الله هجوب لكم على الحاجات دي لما بروح يعني. على قدر المستطاعة. معانا مسلمة. سلام عليكم يا مسلمة. وعليكم مسلمة. مسلمة معانا ولا روحتي فين؟ ايوه ما اخبرتك. طيب. تفضلي حيبتي. ازاي حديثت. انا احبت حديثت الله. اه هو الصوت مش وصل عندي في الهصة دي. يعني سامعة صادة كده. السلام عليكم. عليكم السلامة وعطة الله وبركاته. ايش يا حبيب. تفضلي اسماتك. الله يكرمك احبك الله مسلمة. ربنا بلد بحديث. الله يكرمك يا دكتورة حديثت تتكلمي في نفسك تقريبا المشكلة اللي ويمكن بعثت حديث تتكلمتك على الوصف عليها. انا المتزوجة بقالي عشوة سنين. تمام. ويعني عندي تلات اطفال تسعة وسبعة وخمسة. تمام. زوجي ربنا يكرمه الحمد لله مش وقالي حديث ان هو وشش هو انسان كوائد جدا. ومستزم بصلاةه جدا. ويعني كويس جدا. بس المشاعر. بس ايه? المشاعر تقريبا مش موجودة في البيت خاصة. المشاعر. يعني عارف حديث الكلمة مجيش كلمة حلوة ابدا. حتى لو يعني انا مجيش كلمة بيت واي مبرياجي كلها الحمد لله مفيش مفيش اي كلمة كويسة خاصة. يعني في اي وقت ولا ولا على اكل ولا على بيت ولا ولا على اطفال. طب كلمتي كلمتي يا مسالمة وقلت له انت انا بسمعش منك كلمة حلوة وما بقولش وانت ما بتقوليش. والله يا دكتور انا اتكلمت كثير معي. او. ولدرجة ان انا وصلت المرحلة ان انا قلت ايه خلاص يعني الانسان مش بياخد كل حاجة. او. يمكن يمكن ايه يعني هو احسن من غيره. ساعات كنت بقول لي ناس بكده يمكن هو احسن من غيره. الحمد لله ان هو انسان يعني كويس بيته. او. ما بيشربش تجاير. او. مش بتاع شارع مي بتاعها. والحمد للرب العالمين. تمام. هل تحمل. بس لقيت اني بيجي علي وقت. لا ما فيه برضو. انا طاقة. طب. محتاجة كلمة كويس. صحيح. انا عايز اقول له حدريك. اه. يعني في ارضا الاوقات حتى مفيش. يعني حتى. يعني حتى. اللاقة ما بيننا مفيش خالص. مفيش كلام خالص. يعني. انا نفسي كل الرجالة تسمع الجملة اللي انت قلتها. نفسي الناس كلها تسمع اللي انت تقولي ده. يعني. انا عايز كتير كتير معايا. حتى لو كلمة شكر. يعني أعايز اقول لها حديث اهي. ونش شكر من ايه. بس مثلا أنا في بيتي الحمد لله. اليناس كتير جدا متشكر فأكله الشربي. ميهور لا الناس الجاملك. ده يعني. مفيش حتى يعني ودعلي بقى لو في حاجة تغيرها تلعيت وشك غلط او ماذا لننحجي ديادة في الأجل تحصل في عيكها مشكلة ويطلع كل الوش لكن مع الحاجة الكويتة او الحاجة الحلوة لا مفيش أطلقين من شكر مفيش قصة الخيرك مفيش ديسلن ايدي يعني انا عايز اقول عليك انا بقالي عشر سنين لا مفيش فمرة مثلا ادي يعني انا اقف طيب يا مسلم طيب اسماعين يا مسلم فكرتك واضح لأ ما تنفصليش اسماعيني بس الاول ايه دي بس كده انا مش عارفة هل ده طبيعي هقولك هقولك اسماعين اسماعين يا مسلم اولا انا نفسي صراحة يعني المكالمة دي الناس كلها تعدها تاني كده وكل راجل يسمع الكلام ده بتقولك ما بيقولش اي كلمة شكر عشر سنين وحتى في العلاقة الخاصة للمفروض اصلا كلها مشاعر مفيش مشاعر ولا فيه كلمة اصلا النبي وصف في الحالة دي قال يقع لا يقع احدكم على زوجك البهيمة يعني النبي اللي وصف مش انا بصوا يا جماعة هو انت لما تقول كلمة شكر ايه اللي هتخسره هو انت لما تعد تحب وتتغزل في زوجتك ايه اللي هتخسره انا عايز اقولك انك لما تتغزل في زوجتك هتعفها انك انت لما تقول كلام حب ومشاعر لزوجتك ههي ذات نفسيها هتحس انها مقدرة في امنه وان هي لها قيمة هتحميها وتعفها من كل الدنيا اللي حواليها ومن كل كلاب السكك اقول اللي بسميه وهو اللي بس بيستنى مالك تعليقك حتى اموشان مش عارفة بيعمل ايه هو انت مش عارف ايه ويخشوا يدخلوا للنساء وتورينا الاسكرينات مصايب بسبب ان هي قالت كلمة لكن طبعا التقية الاصيلة بتاعت الله سبحانه وتعالى اللي زوجها مكفيها لان ده سبب من الاسباب مش عايزين نغفله اللي زوجها ماليها ومالي مشاعرها ومحتويها ومحتضنها مشاعريا مش بس اكل وشرب بيحافظ على بيته هو بيحافظ على رقم وبيحافظ على فراشه وعلى تراهرة فراشه بص يا جماعة جزء الاكل والشرب واللبس والكلام ده ده جزء اما المشاعر هي المرأة مشاعر كتلة كده تتعليها تطلع لك بص تطلعك سبع سنة تحطك في دماغها هتنصبك وترفعك وتجرك عارفها هتجرك بقى بجميع حروف الجر فانا نفسنا ان كل راجل يسمع الكلام ده خلي فيه كلمات من المشاعر ومن الحب كل يوم لزوجتك اعمل كده يا جماعة ورد ما تعمل ورد كده زي ورد ده لو كنت يعني بتقل بتقرأ قرآن يعني وبتصلي وبتعمل الحاجات الحلوة اللي هي قالت عليها دي اعمل ورد الكلمات كل يوم بقولها خمس كلمات حلوة خمس جمل كويسة ادعم بيهم زوجتك عشان الحياة تمشي وتصير الطاقة اللي الزوجة محتاجة تاخدها علشان تكمل في بيتها ومع ولادها حب زوجها واحساسها ان هي في عينه افضل امرأة لكن انت كسرت الامر ده عايش بقى خدش لي الليلة بقى انت على دماغي انا مش عايزين كده الامر التاني انت بتقولي انا هو كويس ده اللي انا عايز اكلمك فيه بقى يا مسلمة بص يا حبيبتي ممكن يكون بحبك انا محافظ عليكم ممكن تكون بحبك انا مطحونة علشان كو شغال ممكن تكون بحبك والرجالة بيجيبوا اخر الدنيا يعني يعني اخر ما بيمشوش مراحل بيجيبوا المرحلة الاخيرة فعشان كده بيبقى معايك في العلاقة الخاصة او كذا دي معنى بحبك عنده بحبك يعني كده يلا فالأبيها دي هو خلاص مخص توعبه سريعا لكن معرفش ان المرأة لازم لها مقدمات الزوج الناصح الراجل الناصح هو اللي يبلور زوجته واللي يخليها هي اللي تبقى تسعى لامور كتيرة هو كمان حيفرح بيها فانا ممكن يكون يعني هو بيقول انكرها منها خلق راضية منها باخر انا بقولك فيه صفات تانية جميلة اوعي الشيطان يوز كلك اطلاقي وكذا وكذا حميد الله انت في نعمة وزوج بيحبك واويكي بس هو مش عارف يقول يعني اللي بتقولك ايه جوزت الخرس الزواجي ولا جوزت بالغول اللي ما بينطقشي ولكن هو صالح وطيب وكويس في بيته فاحنا يعني ده يجبر ده تمام ما تخدميش على الخطوة دي وبتدي انت بقى ودي رقم ثلاثة من المرحلة ابتدي انت بقى يا مسلمة والكل زوجة ابتدي انت شفت كم الكلمات اللي احنا رصنا النهار ده قولي له حبيب انت رجلي انت عيني ده انه بشوفك مش عارف ده انت كذا ده انت كذا الحاجات دي مهم انك انت تتقدر فيها وتسمعها له واسم معلمين قولوا له على فكرة الموقف ده بيتقال فيه كده ماشي الموقف ده كذا مرة في مرة هتلاقيه هو ان شاء الله ربنا نفق في صورته ان شاء الله يا رب يعني نفق في صورته وتبكلوا على الله بقوا كويسين ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحل وتتصل تانية مسلمة وتقولي الحمد لله الدنيا بقى كويسة معنا امو محمد من المنوفية سلام عليكم يا امو محمد الله يبارك فيك يا حيط الله يكرمك الحمد لله حمد لله الله يكرمك يا محمد طيب سيد احمد اكتب امو محمد جنب الرقم ان شاء الله بعد الحلقة ديني بس ساعة ونصف او ساعتين وبعد كده اتصل علي تمام الله يكرم الله يبارك فيك يا حيط الله يكرمك طيب ناخد مجموعة كده عبال انتم ايه ما تجيبولنا تليفون لان انا ايه كده الراجية لله بتقول كان نفسها بعت بص يا راجية انا عايزكي تكتبي بعد الوقت انت انت كتبتي وانا قرأت اهو انت ما كنت بعاتي المشكلة طيب نودي بتقول انا زوجي رزق ديق ما هتقوليش كده وتعبت معاه ومش بيسعه بالقدر الوافع يعمل ايه بصهم بص يا بنتي المشكلة مش في كتر الرز المشكلة في بركة الرز فاحنا ندعي بالبرك كتير جدا 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 نجيب وراء وقلم ونشوف المصرفات في ايه والدخل اللي جاي نقوله هو المصرفات اكتر من الدخل يعني الدنيا مش تزي ما تعرفيش فانا تقولي مش رزق دايق ندعي دايما ببركة الرز وادعي دايما بالله الرازق الرزاق يرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وتدعي لزوجك كده لكن فيه ازواج يعني شايف مثلا بيدخل مثلا عشرة مثلا وهو ممكن يدخل مثلا لو ساعة مثلا في مكان تاني او مثلا لو خد شغلة تانية مثلا هو في البيت او لو عنده مثلا مش عارفه مقالة ايه هيعملها او حاجة هيبعتها لناس اونلاين فممكن ربنا يزود رزق منها بس هو متكاسل انت حسيه قولوا بص يا ابن الحلال احنا عندنا المفروض يندفع الاساسيات واحد اتنين ثلاثة وده كذا قلت نسترفه ازاي ممكن انت تسعب كذا وانا اوفر في الامر الفلاني عودي معاه وحوره في النقطة دي لكن انا مش عايزك تقولي الرزق دايق خالي الرزق الله واسع ودايما مستجلبات الرز احنا عملنا اكتر من حلقة على الرزق مستجلبات الرزق يا جماعة الدعاء باسم الله الرزق الرزاق الدعاء باسم الله الواسع ان انا اطلع صدقة بنيت ساعة الرزق انفق ينفق عليك ان انا اصحى في البقور انا وزوجي وعيال صلاة الفجر ونعب بعدها دي من بركة الرزق صورة البقرة من بركة الرزق بص كمان ايه حديث الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام يكفى همك ويكفى همك ويكفى دينك يعني الدين اللي عليك ربنا حايز تده والهم اللي عليك ربنا يا فرجو عايزيني أكتر من كده بصوا كمان الحديث لبركة الرزق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إيه بقى اللهم اهدني واغفر لي وارزقني لما بنقول السبع حاجات دول سبحان الله الله عز وجل يقول صدقت والحمد لله صدقت ولا إله إلا الله صدقت والله أكبر صدقت اللهم اهدني قد رزقت خلص أعطيته كإياه ربنا استجاب اللهم اغفر لي اللهم اهدي اللهم اغفر لي وهدني وارزقني ربنا يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت دي الحاجات اللي أنا سبب فيها الرزق إن أنا أستجلب الأمور والأخذ بالأسباب أدور على باب رزق تاني أدور على حد مثلا في شغل أو حاجة وأسعب بس ما أقولوش بصغة الأمر وحسسه بالعجز وإن أنت مش قادر وما فيش وإن أنت مش مكاف بالراحة ولا أنا ممكن أوفر بالأمر الفلاني ممكن مثلا الأكل كذا ممكن الملابس كذا لكن طبعا الفواتير والحاجة دي طبعا أنت عليك بالراحة خالص وندعي وصلوا رقعتين طلب حاجة لله سبحانه وتعالى إلا واعطيها سؤلة أتودى وضوء خاص وصلوا رقعتين لله سبحانه وتعالى وادعي فيهم أنا وزوجي وأولادي الله سبحانه وتعالى إلا ورزقا وصورة البكرة ما تنقطعش أبدا من البيت فأخذها برقة فالبرقة بتاعت صورة البكرة إن شاء الله والحاجات اللي أنا قلتها لك دي تمام فبالله عليك بقى إيه يا نودي ما تقوليش كده تاني معنا تصلوا ولا نكمل أم مصارة من القاهرة طيب تمام سلام عليكم يا مصارة الله يبرك فيك يا مصارة الله يكرمك أحبك الله يا مصارة أحبك الله يا مصارة ربنا أبرك فيك يا رب ربنا أبرك لك يا مصارة بأولي حضرتك نفسة كلمت فضوء ضروري يعني لو أكلمت بعد الحالة أو كده طيب حاض ماشا سيد أحمد اكتبه مصارة يبقى كده عندنا اتنين ماشي اكتبه مصارة حاضر الديني ساعتين بس بعد الحال وإن شاء الله أكلمك بعدي هتصل بيها بعدين تمام؟ ناخد الأسئلة لحد ما اتجبولنا مروان بيقول بعد إذنك يا دكتورة هالة أنا ابني عصب جدا وعنيد ومش عارف أتعامل معايا يا ريت ساعدين احنا قلنا الابن العصب يلوح حاجات كتيرة جدا جدا مين في البيت بتعصب؟ مين بيتكلم بأسلوب فيه نرفازة وكده؟ اللي بيعمل كده ينتهي ده رقم واحد لأن الطفل بيحاكي السلوك ده رقم واحد رقم اتنين ببتدي أشوف الحاجات اللي تقلل العصبية يعني مثلا هو عصبي دلوقتي إذا أطلع من المقوف اللي هو فيه أعاده قدامي وأجيبه عيني في عينه بأكلمه بسطواتي من فضلك بطل زيق وعصبية أو زن أو عياط عشان نعرف نتكلم لا هيفضل يعيط يبقى طول ما انت بتاعتي أنا مش هتكلم من فضلك اهدى عشان نتكلم ونبتدي نشوف الأسباب هل هو عصبي بسبب سلوك في البيت ولا فيه حاجة من احتياجاته الأساسية غير ملباه ولا هو عصبي علشان في المدرسة فيها حاصل عليه تنمر أو حاسس بظلم بره أو بينضرب بره فبيجي يقلد إيه السبب أعرف السبب هعرف عالك تمام كده تمام طي رحيك الحابي تقول عايزة ألبس بناتيل واسعة وماما مش رادية ليه بس رحيك تلبس بناتيل واسعة يعني لأول سنك كاما رحيك مش عارف يعني بص يا حبيبتي أولا ألبس بناتيل واسعة وكده يعني أنت أدام بلغتي إذا بلغت المرأة المحيد لها لبس الحجاب بتاعه له شكل والسمت بتاعها له شكل لازم يكون اللبس لا ما بيشفش ما بيصفش طبعا يقول من طلون واصف إلا إذا بقى اللي هو البناتيل الواسعة الكبيرة ديك جدا وعليه مثلا البتاع مش بالرقبة خالص ولا شانيل بعد الشانيل كمان ماشي ويبقى ده بين كذا وده كذا المهم إن ما يبقاش آه لا دي ثمانية وثلاثين أجيبها كده لا دي ستة وثلاثين لا ما ينفعش إن أنا حدد مقاسك من لبسك وطبعا الحجاب الشرعي الجميل يبقى أنا لو أنا حلبس واسع جدا يبقى قدامه مشانيل يعني بعد الرقبة بشبر أو شبرين كده حلو أو بشبر وخمس قراريت حلو جميل بحيسن ده على حسب طولك لتطلع طويلة يطلع ده قصير طبق كارسة المهم يبقى باين منه كأنه جيبة من تحت وفي نفس الوقت اللبس اللي فوق واسع مش محزق مش مجسب مش مبين التفاصيل والدنيا لا غلط خالص وما يكونش زينة طيب فاصل ونرجع لك تاني إن شاء الله اشتركوا في القناة